معنا النهاردة من معرة رديمة شبه هنقدم لك كرتونة الترامبولين وكيفية تركبه تعالوا بينا أولا بنفتح الكرتونة دي محتوى الكرتونة لأساتك الجميلة ثمان ده العواميد بتاعتها ده ده الجزء اللي فوق وده الجزء اللي تحت ده برضو الجزء اللي تحت برضو هنشوف كل ميزاتها وكل مواصفاتها الشبك ده الأرضية بتاعت الترامبولين الأواعد بتاعت الترامبولين الدايرة اللي بيعملها دي القعدة دي كل محتوىات الكرتونة ما حضركم شايفين ده بيبقى شبك حوالين الترامبولين حوالين الدايرة فكده المواصفات وده الاجزاء بتاعتها تمام؟ ده ما حضركم شايفين لقى بيجي من فرق مثلا عشان السلمير هتتربط وبردو بتبقى احبال وكده تمام؟ وده بيبقى الكتالوج برضو عشان لو فيه اي استثارات تمام؟ وإحنا نرضح لكم برضو كل التركيبات اللي هتبقى موجودة معنا ده كل الأجزاء بتاعتها وبعد كده بنبدأ نركب الدايرة بالأواعد الجزء بتاعها فنبدأ بقى نركب الجزء بتاع الترامبولين اللي هو مفروض هيبقى منطيتها نفسها هيا دي بالظبط هتبدأ تركب وصبع حضركم شايفين بعد كده الأواعد أول حاجة وبعد كده نبدأ صبع حضركم شايفين كده بص تركبها بيبقى وسيد مساء هتبدأ بصبع ودي ممكن التركهة معلش شغل الكبع تالي بتركها بازاي طب حضركم شايفين تكشوا كده هتلكبع وسيدة وسهل جدا وده كل استوسط لأسات الكو اللي هبتركب في الجزء ده وبنبدأ الجزء ده بيبقى مفتمر بعد كده ركبنا الشبك اللي على الجزء بتاع الترامبولين السوفلي تمام موز بقى الشبك العلوي والأواعد العلوية ده اللي بقى معنا مع القيز بايع المسامير المفروض في النهائي خالص بيبدأ تركب هنا وده برضو بيبدأ بينزل شوية تحت الجزء ده بيبدأ يتربط مع الجزء ده تمام وبعد كده بيتم بقى تركيب باقي الأعمدة مع الشبك العمود بيبقى نظام كبس نظام الشبك برضو بيبقى كده كده بالزبط والجزء ده بيبقى قبارة عن لزب لما حضراتكم شايفين تركبها سهل وبسيط جدا شكلها مميز لعبقاننا الحلوين وكمان ليهم ممر لما حضراتكم شايفين بتفتحوه كل يبدأوا يدخلوا منه شكل مميز جدا للترمبولين الـ 140 سنت متر من معرضنا معرض إيماء الشوب المزهى الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر